خلونا دلوقتي نصبح على زملتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار التقص والمرور في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الفل عليك يا هالة يا صباح الفل يا عبدو صباح الفل يا جمانة وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا يعني احنا دلوقتي هنبدأ طبعا جولة مرورية سريعة وبعدها هنشوف كده أحوال التقص النهاردة هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي جولة مرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي وخلونا نبدأ من مدان عبد المنع مرياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة في شوارع تانية هنلاقي إن فيها سيولة مرورية على طريق الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية من المظلات في اتجاه مطية وسط البلد كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية هنروح لكبري اكتوبر هنلاقي هناك كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية نبدأ المشيين لحد غمره في اتجاه العباسية هنلاقي إن فيه سيولة مرورية لو رحنا لمحور النصرة نلاقي كسافات مرورية وصولا للمنصة كمان ظهرت كسافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة كمان بيشهد شارع بورسعيد من نزلة كبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكسافات وكمان بتشهد مناطق كورنيش النيل ازدحام متوسط في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح أما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا في محافظات الجيزة هنبدأ من الطريق الدائري في بعض الكسافات المرورية قبل بعض النزلات وكمان بدأت تتكون كسافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر أما الاتجاه الآخر فبيشهد كسافة نسبية وهنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان هنروح لطريق المريوتية الدائري اللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حداي الأهرام وصولا لمدان الرمية كمان فيه كسافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية ومدان الدقي وكمان بتظهر برضو كسافات تانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولا لبولاء ومبابا بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كسافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة هنروح مع بعض لمحافظة الأليوبية لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرى بنها الحر علشان مفيش أي كسافات ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكسافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن أقل من المعتاد في أول أيام رمضان بيشهد كمال لتجاه التاني كسافات متقطعة وصد متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كسافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري هنكمل جولتنا المرورية في محافظة فورسعيد هنلاقي ان في سيولة مرورية في أغلب الشوارع مع عدى بعض الكسافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد في الوقت الحالي كسافات نسبية قليلة وهتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كسافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعا أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال السيد وجنوب البلاد فيه نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وكمان فيه فرص أنطار خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال السيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32 وأعلى درجة حرارة هتكون في إنا 36 وأقل درجة حرارة هتكون في السلوم 23 درجة طبعاً هنتابعاً مع حضراتكم التقسو بالتفصيل بس بعد شوية اشتركوا في القاهرة